ما كان في السر أصبح في العلن تحالف حوثي أخواني في تعز استكمالا لمخطط التآمر والتمزيق لليمن بدءا بأزمة العام 2011 وما تلاها من قطف الثمان التآمرية وانتهاءا بفتنة الحوثي وخروجه على الدولة في العام 2014 ونهبه للمال العام ورفعه السلاح بوجه اليمنيين تحالف الأخواني والحوثي أشعل ريف تعز في منطقة البيرين بعد حشد ميليشيا الأخوان لعناصرها التي جمعتها قيادات حزب الإصلاح من معسكرات وألوية تعز لتفجير الوضع جنوب المحافظة ضد مواقع ونقاط اللواء الخامس والثلاثين مدرع عشرات الأطقم والعربات العسكرية بالإضافة إلى مئات العناصر على رأسها قائد الجناح العسكري لحزب الإصلاح الحاكم الميداني لمحافظة تعز سالم المخلافي باسم سلطة الأخوان لتباشر تلك الميليشيات قطع طريق التربة تعز بعد نقل الإصلاح معركته إلى الحجرية انطلاقا من المعافر ومثلث البيرين لتصفية اللواء الخامس والثلاثين مدرع أبطال اللواء الخامس والثلاثين مدرع كانوا قد كسروا هجوما عنيفا شنته الميليشيات الحوثية على جبهة لكبوش بالحكوم التابعة لمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز جاء ذلك بالتزامن مع حشد لميليشيات حزب الإصلاح إلى منطقة البيرين لتقوم على إثر ذلك بقطع الطريق الرئيس المؤدي إلى جبهة الكدحة الأمر الذي سوف ينذر بقطع خطوط الإمداد والتعزيزات لأفراد اللواء الخامس والثلاثين مدرع إلى خط النار مع الميليشيات الحوثية في غضون ذلك أقدمت ميليشيات حزب الإصلاح على نهب عدد من المنازل التي كان يسكنها أفراد من كتائب أبي عباس في مثلث البيرين بعد السيطرة عليه بعد أن تم تهجيرهم من مدينة تعز القديمة وسط مخاوف بين أهالي المنازل المجاورة من نهب ممتلكاتهم أيضا يوم بعد آخر تظهر الصورة أكثر وضوحا وحقيقة الأحداث والتطورات الأخيرة في جبهة القتال عموما وتعز خصوصا لتكشف خفايا ما كان يدور تحت الطاولة من تحالفات سرية بين الحوثيين والأخوان المسلمين وما الحملات التي تشنها عناصر الإصلاح في ريف ومدينة تعز إلا دليل واضح على التعاون بين مليشيات الأخوان والحوثي لتدمير اليمن وقتل اليمنيين